الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين شاء الله جل وعلا أن يخلقنا على ضعف لا أسنان تقطع ولا يد تبطش ولا قدم حتى تمشي عليها ثم شاء أن يحولنا بعد الضعف إلى القوة والشباب ليرى ما نصنع وبعد القوة والشباب إلى الضعف ثانية فقال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء إذا ما ضعف الإنسان وذهبت صحته وكبر سنه فإن له في الإسلام حق حق عظيم وجليل حق لأنه يكون في معية الله وفي تأييد الله وفي محل إجابة الله لدعائه فهو أقرب ما يكون من الله ولذلك يضرب الله لنا المثل على هذا بنبيه زكريا حينما قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ولم أكن بدعائك رب شقيا ثم لجأ إلى ربه بطلب على ضعفه في كبر سنه طلب في عالم الدنيا محال طلب الولد وهو على كبر من السن وامرأته عاقر لكنه في معية الله وفي أمان الله وفي نصرة الله فقال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فاحذر أصحاب السن الكبير كن في معية الله كن بجانبهم تكن في معية الله معهم وإلا لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون مضعفائكم نرزق بهؤلاء وننصر بهم حينما يدعون لنا إذا ما وقرناهم واقتربنا منهم ولبينا لهم حاجاتهم دعوا لنا فاستجيب الله لنا على دعائهم حتى في أمر الوالدين أعظم ما يكون عند الله قال تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُّ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لكن هناك مرحلة خطرة يحضرها الأبناء لأن المعاملة فيها على الصغير وهو عند الله كبير قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما مجرد التأفف أو علو الصوت شأنه عند الله عظيم لأنهما على كبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تواضع وَكُنْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما دخل على السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم من مكانها وتهيئ مكانها ثم تستقبل أباها ثم تقبله ثم تجلسه في مكانها هكذا تعلمته من أبيها حينما علمها أمر ربها في عام الفتح فتحت مكة فيأتي سيدنا أبو بكر بأبيه أبو قحافة وهو رجل كبير في السن فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل عليه قال لو تركت الرجل أو تركت الشيخ الكبير في بيته لأتيناه أن آتيه في بيته يا رسول الله هو أحوج ما يكون إليك والنبي يقول احتراما لكبر أن آتيه في بيته وكيف لا وقد علمنا حقوق الكبار فقال يسلم الصغير على الكبير هو الذي يبدأ احتراما للكبير قال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا عظمة الكبار عند الله قال إن من إجلال الله أي من تعظيم العبد لأمر الله إكرام ذي الشيبة المسلم بل في أحد الأيام يجلس مع أصحابه فيدخل عليه رجل كبير في السن فتباطأ القوم في أن يفسحوا له مجرد الطباط فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال لهم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا مجرد الطباط في حق الكبير عند الله عظيم حتى في حالة الحرب كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم حق الكبير من الغير فكان يقول لجيشه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا أي لا تمثلوا بجثة أحد ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الذين هم للكبار من الموقرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين